كما المهوي هل يمكن أن يكون هذا جرساً لأنه قبل فترة كانت هناك أيضاً جرس بالنسبة لي المنتخب وجمال بالماضي تحدث اليوم جمال بالماضي تحدث لفترات قصيرة ولكن خرجنا رياض محرز خرجنا إسلام اسلماني بعبارات قوية ما الذي حدث يوم أمس كنت أنت في الميدان اليوم أرضية ملعب مصطفى شاكر مؤامرة يعني كم يقولون مقننة من من؟ مؤامرة من من يريدون ميدان تاع بلادك هذه الأرضية ميدان تاع بلادك ما تهلوش فيها هناك خصيانة في البوليدة أحب تفهمني أنا ولا المشاهد الجزائري أنا أطرح عليك السؤال وانتجي القوة الجزائر القوة الإقليمية ما تقدش تخدم ملعب كيفاش؟ ما تقدش تخدم أرضية تعمية متر أروح عنديك هنا برقود دمسيش تلقى أرضية شابت أنه هذا الشيء مفتعل ما حبوش يخدموا أرضية ملعب مصطفى شاكر باش يقلقوا جمال بالماضي ويدفعوه للاستقالة تانيا كان شركة أجنابية رح تير عندها مصالح باش تديل باش تديل باش تديل باش تديل أرضية تخدمها وهذا اليام تشوف باللي كان شركة برتغالية تم التعاقد معها لباش يخدموا يعني ملعب مصطفى شاكر وأيضا ملعب سيدي موسى ووهران شوف باللي باش يخرجوا لأوروبر كان يقلت لك باللي كان مؤامرة المتخب الوطني وفيها مصالح خارجية أعود إليك بعد فاصل محمد إذا سمحت سأتي إليك طبعا مع مراد وردي مشاهدين أذهبوا إلى فاصل بعد الفاصل الجوستاني وقفت عندك كمال ما هو يعطيتنا واحد التفاصيل التفاصيل بالنسبة شركة برتغالية ربما الضربات من الخارج يبدو أنني لم أثمها جيدا بالنحية هذه بالنسبة لأرضية ميدان لأنه أرضية ميدان تابع البلدك يسيرها هنا تابع الوزارة الشباب والرياضة من المفروض صيانة لعمل الملعب يجهزوه بعد شهر عندك مباراة تلعب هنا جيبوتي تجيب بوركينا بعد شهر وين رأي المشكلة أنت هنا يا الأرضية كنت لي لازم تسجمها من غير المعقول أنه في بلاد بحجم الجزائر ما نقدروش نخدمه مئة مئة مئترات عقازون حبك هذي شغول جاتكم نورمال مئة مئترات عقازون ما تخدش تخدمها باينا باللي ما حبيتش تخدمها تقول ليش أنا يا ما حبوش يخدموها هاكي كاين مؤامرة بش يقلقوا بالماضي يحط لاستيقال يروح يتكسر المنتخب الوطني من أناس من؟ شكول سوداني شكولنا نابتك أنا محقق ماذا ما عطيتني ماذا ما عطيتني ماذا ما رأك تقول أنه شركة بورتغالية ورحة تجي وناس ومؤامرة يجب أن تذهب إلى من المؤامرة وإلا يبقى كلامك هكذاك أنا أقول مثل ما قال جامال بالماضي هذا صابوطاج ومؤامرة ومثل ما قال اللاعبون أنا أعوذ بالله من كلمتنا عندي عشر سنين نشتغل في ملعب شاكر عمرين مشتوب هاد السوق بدران عنده عشرين سنة هو يلعب في شاكر بما أنه يطل من البالكون يشوف شاكر بس ما مشغل يلعب جام يشوفوا بهاد السوق كيف هش أنا نعطي لك فيه شهر ليفت أمام جيبوتي نقول لك الملعب ما الملعب ما الملعب نجي في شهر وكتب ونلقاه كيف كيف أنا أسلع لها ما كاش رقابة حجمة تحركت لمدير شباب بوريادة لوالي لوزير حجمة تحركت حجمة تحركت حنا كنا ننتظروا إيقالات وقدمنا أعطاولهم فرصة مع ليش قال أعطينا لك فرصة اليوم أعطي لك فرصة شهر حجمة تحركت وش ما عندها؟ جميل وحمد الحملة هل توافق على ما يقوله في البداية؟ ثم هل فعلا ما يقوله صحيح لأنه اليوم من المفروض تكون ردة فعل على ما حدث يوم أمس والتصريحات المزلزلة لم نسمع أي شيء من أي مسؤول هل هذا يؤكد النظرية على أنه فعلا هناك مشكل؟ شوف حاكمة نحن نقعد كما اسمها الحصة نقعد دخل 18 نتكلم على المباراة التعجيبوتي تصريحاتها جمال بالماضي مراها قابلتها تصريحات تاع الوزير اللي تكلم هذك الوقت وقال بلي جمال بالماضي من حقه كتقني وهو المدري بتاع الفارق الوطني أنه يتكلم على أرضية الميدان وينتقد الحالة اللي رأي فيها أرضية الميدان من بعدها خرجت معلومات على إيقالات التعامل مسؤولين اللي تتم على مستوى وليات البلدة ومن بعدها ما كانوش هذك الإيقالات نعود نقول لي 3 ايام ولا 4 ايام قبل المقابلة هذه الأخيرة كانت تصريحة تاع مدير شباب والرياضة مدير شباب والرياضة على مستوى وليات البلدة كما النصري اللي تكلمه قال باللي راهي الأرضية واجدة 85% من الخدمة اللي كانت لازمها تتنخدم رعنا نخدم منها كي تعاود تشوف انت الحالة اللي كانت فيها البارح وتعاود تشوف تصريحات تاعه مدير شباب والرياضة كانت تناقض كبير اذا كان المشكل كبير هنا الأول اللي لازم يجاوب على هاد السؤال أول شي هو مدير شباب والرياضة اللي تكلم وقال باللي اللي للي ملعب راهي الواجدة 85% ومن بعدها شكل اللي لازم يتكلم وزير شباب والرياضة اللي كان مد أوامر انه يعاود هاد الملعب المباراة الثانية ضد المنتخب النيجر ومبعدت تشوف باللي القاضية رح يعرر من اللي كانت عليها من مرة الأولى لأنك إذا ترون المرة الأولى كانت تكلم جمال بالماضي المرة الثانية لما ترون تكلم جمال بالماضي وتكلم اللاعبين يعني ذكرهم كامل إشتشان تقنسيرني داخل هذه القضية تم ذكرهم يقول كسوسكي مفاقا يقول كسوسكي قلوش الداخل شكل يجب يجاوب يجاوب مدير شباب ورادا ويجاوب الوزير لأنه هو الذي كان وعد أنه رايح يكون فيه تصليح على مستوى هذه الأرضية اليوم كان مؤامرة ولا ما كانش مؤامرة هنا رح يجب في باب آخر علشان قولك مؤامرة ما تقوليش خارجي نظارت مؤامرة انتاك يتشوف الناقل الرسمي للمباراية يروج 24 ساعة قبل المباراة تبالي أنه الأرضية في أبها حلة وبعدين تشوف اللاعبين يدخلوا بلي فيديو تاهم يصوروا ويكتبوا أبها حلة اما يكذبوا عن الناس اما يكذبوا عن غاشي يعني معا كمان أبها حلة ويشنه أبها حلة دين ليك ليراس زايد صور له بالله رجي شوف تيرا قازون قالك محرز إلي انتليجو وش قالك البالح قالك الأرضية مش كما تشوفوها في التلفاز ولا تشوفوها من المدراجات هل تصريح محرز يقرأ وما بين السطور كما يقولون نعمال قالك الناس حنا ليراني فوق تيرا نانا ليراني نلعب نانا ليراني نلعب نقول لكم باللي تيرا الجواب مفائدة من يقول سمحني أخليني أعكم السؤال مفائدة من يقول بأن الصورة جيدة والملعب جيد وأيضا تصريح سابق لمدير ملعب تشاكر لما سألناه بعد مباراة جيبوتي الأرضية كارثية هو يقول الأرضية جميلة وجميلة جدا يا رجل الأرضية كارثية ورانا نشوفه فيها يقول لك الأرضية جميلة من منفعتهم وما الهدف من ذلك حكيم أنا ما ندخلش في النواية عنها سأقول لك حاجة أنا شوية جوناليست ألجيريا سبورتيف أنا جزائري ندافع الجزائري وعلى المنتخب الوطني ما ندخلش في النية التالية يقدب ولا ليخدع ربي يسهل عليه أنا راني نقول لك باللي الملعب كامل مهوي العبد الضعيف تخل بارح لتشاكر شافوا كاتاستروا فيك نذهب إلى فاصل لندخل في موضوع يبدو بأنه ساخن أكثر بعد الفاصل ابقوا معنا رحبا بكم جديد رانا نتبعوه في برنامج داخل ثمنتاش اللي تخلنا في معطيات مثيرة ومهمة جدا بالنسبة لأرضية ميدان تشاكر والحديث حول إمكانية عملية ماجي شركة برتغالية مناقصة ما مناقصة أمر فيه الكثير من الأمور اللي قد تذهب بنا إلى نظرية المؤامرة مع مرد وردي كمال مهوي ومحمد من حملة